شخصية جزائرية تاريخية الثالثة والخمسون فرحات عباس السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات فرحات عباس ولد فرحات عباس يوم الرابع والعشرون أرتوبر 1899 ميلادي بدوار شلامة تابع للبلدية المختلطة الطاهرة نذات القريبة من مدينة جيجل السياحية بالقبائل الصغرى وهو من عائلة غنية أمه تدعى ماجا بنت علي أما أبوه فهو السعيد بن أحمد عباس وهو صديق لفرنسا التي ولته منصب القائل ثم البشاغة عاش فرحات عباس طفولة مريحة وخيالية من كل أنواع البوس والمعاناة التي كان يتخبط فيها أغلب الأطفال الجزاريين في الأهدى الاستعماري إلى أن الطيف فرحات كان يتألم لبوس السكان فعندما يأتي الخزناج إلى الدوار لجلب الضرائب كان يعاقب العاجزين عن الدفع بوضعهم تحت نار الشمس الحارق عورات الروس فيتأسف الطيف فرحات عباس لهذا المشهد المريح فيذهب إلى البيت ليسرط المال من أمه ليسلمه إلى هؤلاء الفطراء حتى يسدد الضرائب التي فرضت عليهم الإيدال الاستعمارية وهذا ما جعل فرحات عباس من أرصى المدافعين عن حطوط الفلاحين والفطراء عندما أصبح طاعدا سياسيا أرسل الأب أحمد بن سعيد عباس أبناء وكلهم إلى المدرسة الفرنسية دون أن يتعثر بالفتاة السائغة نذات من أن المدرسة الفرنسية تفسد عقيدة وأخلاق وأفطار الجزاريين وكيف يتعثر أحمد بن سعيد بتلك الفترة ما دام صديقا حميما ووفيا لفرنسا الاستعمارية فتان يقول لأبناه الإرث الوحيد الذي سأترطه لكم لا يمكن لأحد نزعه منكم هو التعليم وإن خي الصديق للإنسان هو التتاب التحت الطيف فرحات عباس بالمدرسة الفرنسية أهلية بالطهير والمخصصة للجزاريين فقط وما دام أبوه صديقا لفرنسا أرسله في مبادل المدرسة الفرنسية الاتدائية بجيجل والمخصصة فقط لأبناء المعمرين وأصدقاء فرنسا لو في أن ذات وتتأثرت طيف فرحات عباس تثيرا بمعلميه الفرنسيين وما تانوا يقولون أولا من أن فرنسا بلاد الحرية والإخاء والمساواة والحضارة والإنسانية وتانى يصدق طولهم أن الجزاري ليست أمة وإن الجزاريين تانوا يعيشون في الهامجية والتخلف فجاءت فرنسا لتحمل لهم أنوار الحضارة وعندما تحصل الطيف فرحات عباس على الشهادة الابتدائية انتقل إلى مهد ستيردا ثم ثانوية السنتينة أين ترى لتبال تتاب الفرنسيين تاجان جاتروسو ومولير وفولتير ويارزارت وديدرو وانتول برانس والمؤرخ فيليتس دوتي وغيرهم من مفطري عصر التنوير فتأثر بأفكارهم ومبادئ الثورة الفرنسية عام 1789 ميلادي إلى أنه تانى يجهل التثير عن الثقافة الإسلامية فأصبح ينظر إلى العالم بعين واحدة فقط هي الثقافة الأوروبية بدل أن ينظر إليه بعينين هما الثقافتين الأوروبية والإسلامية على حد سواء لأن الإنسان عدو ما يجهل ولهذا أمرنا القرآن الكريم بالتفتح على الشعوب الأخرى ومعرفة ثقافاتها وحضراتها وعلومها وأدابها وبعد حصول فرحات عباس على البطالوريا عام 1921 ميلادي استدعي لأداء الخدمة العسترية الإجبارية في الجيش الفرنسي وعمل تتاتي في مستشفيات رسنطينة ثم جيجل ثم تمساعد صيدلي وتانى برطبة رقيب ولاحظ أثناء خدمته العسترية التمييز بين الجزاريين والفرنسيين في طل المجالات مما دفعه التي تابت مطال في عام 1922 ميلادي يندد فيها بذلك ويطالب بالمساواة بين الجزاريين والفرنسيين داخل الجيش الفرنسي أنهى فرحات عباس خدمته العسترية في عام 1923 ميلادي فالتحق بجامعة الجزار ليتابع دراسته في الصيدلية واهتم أيضا بدراسة الفلسفة والتاريخ والأداب فإطلع على الكثير من الكتب وارتسب ثقافة إسلامية بالتعرف على الحضاء الإسلامية وأمجادها مما دفعه في مبادل محاولة التوفيق بين مبادئ الإسلام ومبادئ الثورة الفرنسية المتمثلة في الحرية والإخا والمساواة وتميزت السنوات السبعة التي قضاها فرحات عباس بجامعة الجزار بنشاط متثف فتتبى الكثير من المقالات في الصحف يندد فيها بالنظام الاستعماري ويطالب فرنسا بالمساواة بين الجزاريين والأوروبيين في الحطور والواجبات كما تتبى ضد عنصرية الأوروبيين ضد الجزاريين التي عانى منها تثيرا وتانى يقول مهما كنت مزابيا أو طبائليا أو عربيا أو شويا فإن مصيرة واحد وما أنت إلا بيتو أو رانون تمتان يلقب المعمرون السبتان الجزاريين فتلشي مغلق في وجهة الفنادق والمقاء والإدارة وقتطال له يوما أحد المعمرين الذين آتوا من ملطة لولا فرنسا لكنت رائغا في الدوار فرد عليه الشاف فرحة عباس بغضب وذكاء قبل مجيء الفرنسيين كنا سعداء وأحرارا نأكل حتى التخمة ويملت جدي حقلا وماشيا لاتنا أنت هل يمكن أن تقول لماذا تانى يعمل والدت في ملطة أليس البوس هو الذي هجرتم إلى الجزار وهي إشارة ذاتية من فرحة عباس إلى أن المعمرين الأوروبيين الذين تانوا يهينون الجزاريين ما هم في الحقيقة إلا حسالة أوروبا فكان فرحة عباس شديد الانتقاد لهؤلاء المعمرين وممارساتهم ورفضهم أي التقية اجتماعية وارتصادية وسياسية للجزاريين ووثق فرحة عباس مقالاته التي كان يرتبها موقفا مدافعا للإسلام وتاريخه وعدالته وإنسانيته وتانى بقوله إن الإسلام هو وطن الروحي وفي عام 1931 ميلادي جمع المقالات التي كان يرتبها في الصحف ما بين 1922 و1930 ميلادي في تتاب عنوانه الشاب الجزاري كان للطالف فرحة عباس نشاطا طلابيا تبيرا فانتخب عام 1926 ميلادي رئيسا لجمعية الطلب المسلمين الجزاريين وأصبح في عام 1927 ميلادي نائبا ثم رئيسا لجمعية الطلب المسلمين لشمال إفريقيا التي كانت تدعو إلى تطوير البلدان المغاربية الثلاث الجزار والمغرب الأرصى وتونس وترقية وترصيم اللغة العربية والوحدة المغاربية وبقي الطالف فرحة عباس في هذا المنصب حتى عام تخرجه تصيدلي من جامعة الجزار في عام 1931 ميلادي وفتح له أبو الثري الصيدلية بمدينة تصطيف في عام 1933 ميلادي وهي طائمة لازالت إلى حد اليوم وقد كانت هذه الصيدلية ماتزا لللقاءات ونشاطات وحوارات سياسية عديدة خاصة وأن فرحة عباس كان يؤمن بأن طلب العلم لا يجب أن يتون من أجل المال بل هو السلاح لمواجهة النظام الاستعماري والقضاء عليه وتحقيق المساواة بين جميع سكان الأرض الجزارية دون أي تمييز عيق أو ديني وقد التزم بهذا المبدأ طوال حياته مر فرحة عباس في حياته السياسية بثلاث مراحل أساسية وهي مرحلة الدعوة إلى المساواة في الإطار الفرنسي كان فرحة عباس في هذه المرحلة يميز بين فرنسا الحضارة والحرية وفرنسا الاستعمارية التي كان يمثلها المعمرون الذين وضعوا في الجزاء نظاما استعماريا في خدمة مصالحهم على حساب المسلمين الجزائريين الذين سلبت أراضيهم وحولوا إلى خماسة عند المعمرين فلهذا رتز فرحة عباس كل نظاله من أجل التضاء على هذا النظام الاستعماري وإلغاء الامتيازات التي كان يحظى بها المعمرون الأوروبيون وإعطاء المسلمين الجزائريين نفس الحطور والواجبات التي كانت للأوروبيين فيتحول بذلك الجزائري لمواطن فرنسي مسلم له نفس الحطور والواجبات مع الاحتفاظ بدينه الإسلامي ويتون ولاه للدولة الفرنسية وبعبارة أخرى كان يدعو إلى إلحاق الجزائر بفرنسا فتصبح جزءا لا يتجزأ منها وتانى فرحة عباس يطالب الدولة الفرنسية بتاقية وتطوير الجزائريين وتحسين وضعهم الاجتماعي ببناء المدائس والمستشفيات والطرق ومختلف المرافق الاجتماعية وإعادة توزيع الأراضي على الفلاحين الجزائريين المسلمين وتانى فرحة عباس يطالب فرنسا بتنفيذ المهمة الحضارية التي جاءت من أجلها إلى الجزائر تم تانى يقول له في المدرسة الفرنسية وعلق فرحة عباس في هذه المرحلة أماله طلعا للحكومة الفرنسية في باريس التي تانى يعتقد أنه من الواجب عليها أن تقف في وجه المعمرين الذين تانوا يعاقلون هي تطوير للمسلمين الجزائريين ووصل فرحة عباس إلى حد انتار وجود الأمة الجزائرية في عام 1936 ميلادي فتتبى في صحيفة الوفاق يقول إن الجزائر وطن وأمة هي خرافة لوجود لها فإنني لم ارتشفها فقط سألت التاريخ والأحياء والأموات وزرت المقابر لكن لم يحدثني منهم أحد عن هذه الأمة والوطن ليصل إلى القول بأن أمتي ودولتي هي فرنسا التي يجب عليها التاقية وتطوير مسلميها وتطبيق قوانينها عليهم مثل ما تطبقها على الأوروبيين أثارت هذه الفتاة نقاشا حدا بينه وبين عبد الحميد بن باديس والكثير من أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فرد بن باديس على فرحة عباس بالقول إننا نحن فتشنا في صحف التاريخ وفتشنا في الحالة الحاضرة فوجدنا الأمة الجزائرية المسلمة موجودة كما تحولت ووجدت كل أمم الدنيا ولهذه الأمة تاريخها الحافل بجلائل الأعمال ولها وحدتها الدينية واللغوية ولها ثقافتها الخاصة وعوائدها وأخلاقها بما فيها من حسن وطبيح تشأن كل أمة في الدنيا ثم إن هذه الأمة الجزائرية الإسلامية ليست هي فرنسا ولا يمكن أن تكون فرنسا ولا تريد أن تصير فرنسا ولا تستطيع أن تصير فرنسا ولو أرادت بل هي أمة بعيدة عن فرنسا كل البد في لغتها وفي أخلاقها وفي دينها لا تريد أن تندمج ولها وطن معين هو الوطن الجزاري بحدوده وتان ابن باديس وزملائه من علماء الدين يعلمون بأن فرحات عباس تان ضحية المدرسة الفرنسية نذات فتانوا يقولون له إن تتعلمت في فرنسا وفي مدارسها في الجزائر ولم تترى إلا تتبه المدلسة ولم تختلط إلا برجالها الذين احتلوا أرضته وامتهنوا أهلته واستعبدوا شعبته الجزائر أمة طائمة الذات لها تاريخها الحافل ورجالها الأبطال البواسل وتضع الطيرات الدنيا بذيء اتفاحها المجيد من يورطة ومصي نيسا إلى عبدالقادر والمطراني وارتنع فرحات عباس في الآخر بمقاله له ابن باديس وزملاه خاصة وأن فرحات عباس يتميز بالاعتراب بالحق وعدم التعصب لرأيه إن ارتشف بطلانه وخطائه إلى أنه بقي متمسكا بالعمل من أشتحويل المسلمين الجزائريين إلى مسلمين فرنسيين لهم نفس الحرور والواجبات تغيرهم من المواطنين الفرنسيين لأنه تاني يعتقد أن فتاة الاستقلال عن فرنسا مستحيلة فتاني يقول إنني رجل واقعي لا أسير مع الخيال ومنذ هذا النطاش الحام الوطيس بينه وبين علماء الإسلام توطدت علاقاته بعناصر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين رغم أنه تاني يختلف معه في أساليب العمل فأصبح صديقا حميما لابن باديس وتاني يعتبر الباشير إبراهيم أباه الروحي ودعم العلماء في بناء المدائس الحرة لأنها تقف في وجه الشعوذة والخرافات التي تاني ينشرها الاستعمار وتدافع عن العربية وإسلام الحق والعقل وواصل فرحات عباس نضاله من أجل تحقيق هذه الأهداف في إطار فدرالية النواب المسلمين الجزائريين بقيادة محمد الصالح بن جلول وانتخيب عدة مرات في مختلف المجالس الفرنسية في الجزائر وانفصل فرحات عباس عن رافيق دربه محمد الصالح بن جلول ليؤسس حزبا جديدا في عام 1938 ميلادي وأطلق عليه اسم الاتحاد الشعبي الجزائري وتاني يريده حزبا جماهريا يضم الجميع مهما يكون اتجاههم وفكرهم السياسي ولا يستهدف إلا القضاء على النظام الاستعمار الذي يخدم أقلية المعمرين الذين تانوا يملتون الأرض والمال ويقفون في وجه أية إصلاحات مهما تانى الطفيفة لصالح المسلمين الجزائريين خاصة الفلاحين منهم إلى أن هذا الحزب الجديد لم يجد صدى تابير لدى الشعب الذي انضم في غالبه لحزب الشعب الجزائري الذي تانى يدعو إلى استقلال الجزائر التام مثلما تانى الشعب أيضا متعاطفا مع الأفطال الإصلاحية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية تطوع فرحات عباس في الجيش الفرنسي للدفاع عن الدولة الفرنسية أمام الخطى الألماني الذي تانى يهددها وبعمله هذا تانى يحاول إثبات مدى ولاه للدولة الفرنسية في باريس لعلها تلبي له مطالبه في تحقيق المساواة بين المسلمين والأوروبيين في الجزائر إلى أنه خاب ظنه بعدما اتشف بأن الحتومة في باريس متحالفة مع المعمرين في الجزائر وليس تمتان يعتقد من طلب بأنهما مختلفان فلم يجد إلا التعنت لدى السلطات الفرنسية طلها وبأن مصالح الحتومة الفرنسية في باريس مرتبطة بمصالح المعمرين في الجزائر وبأنها لن تأخذ برأي فرحات عباس وغيره ولن تسمع إلا للمعمرين الذين تانوا يمتصون عرق الشعب الجزائر ويستعبدونه ولن تطبط إلا ما أمر به دابريال أبو أحد المعمرين التبال الذين تانوا يقول كلما أعطينا العرب طالب وأرثر فصدقوني إننا نعرف كيف نؤدي بهم مرحلة الدعوة إلى الاستقلاص الميا في عام 1942 ميلادي أنزل الأمريتيون والإنجليس قواتهم العسررية في الجزائر لمساعدة فرنسا على طرد الألمان أراد فرحات عباس استغلال الوضع فاتصل بالباشير الإبراهيمي رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائرين نذات وميصا للحاج رئيس حزب الشعب الجزائري وشخصيات وطنية أخرى لتنسيق العمل فيما بينهم فاتفق الجميع على سياغة بيان جزائري يحمل مجموعة من مطالب الشعب الجزائري وطرقت تدسيدها عمليا فتلف فرحات عباس بسياغته ويعرف هذا البيان بالبيان الجزائري أو بيان فيفري 1943 ميلادي الذي يطالب بحط الشعب الجزائري في تطعير مصيره والاستقلال عن فرنسا وبذلك تدخل فرحات عباس مرحلة سياسية جديدة فاقتنع ببعض أفطار حزب الشعب الجزائري وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وقد رفض الحاكم العام الفرنسي مطالب البيان فوجد فرحات عباس الشعب الجزائري كله بمختلف أحزابه والتياراته في عام 1944 ميلادي في تنظيم واحد سمه بأحباب البيان والحرية ومن أهداف هذا التنظيم الضغط والعمل منه تحقيق مطالب البيان الجزائري فتحول فرحات عباس بعد ذلك إلى رجل خطير على النظام الاستعماري وألقي عليه القبض أثناء مظاهرات الثامن ماي 1945 ميلادي إلى جانب قادة الأحزاب الأخرى وحوالي 73 ألف جزائري مثلما قتل الجيش الاستعماري أرسل من 45 ألف جزائري وتم حل أحباب البيان والحرية ولم يطلر صراح فرحات عباس إلا في مارس 1946 ميلادي ليؤسس حزبا جديدا أطلق عليه الاتحاد الديموراطي للبيان الجزائري هدفه إقامة جمهورية الجزائرية متعاونة مع فرنسا ويعيش سكانها متساويين دون أي تميز عق أو ديني إلى أنه التزم بالعمل السلمي لتحقيق هذه الأهداف وأنشأ جريدة سماها بالجمهورية الجزائرية وواصل نضاله السلمي دون جدوى ولم يجد أمامه إلا التعنت الاستعماري فبدأ يرتنع تدريجيا أن الاستعمار لا يعترف إلا بالقوة ولا يفهم إلا لغة السلاح فبدأ يميل تدريجيا إلى أفطار حزب الشعب الجزائري الذي أصبح يسمى بحركة الانتصال للحريات الديموراطية والذي كان يحضر للعمل المسلح بإنشائه المنظمة الخاصة في عام 1947 ميلادي وهو تنظيم عسكري مهمته التحضير للثورة المسلحة مرحلة الانتطال إلى العنف الثوري لاحظ فرحات عباس بأنه طلما أظهر ليونة في مطالبه والسلمية في أسالب نضاله طلما ازداد الاستعمار تعنتا فيهينه ويخيب أمله في طول مرة وتأن الاستعمار الفرنسي تاني يدفع بهذا الرجل المحب لوطنه ودينه وشعبه للعنف دفعا فعندما اندلأت الثورة المسلحة في أول نوفمبر وتأتد فرحات عباس من قيادتها ورجالاتها وبأنها ليست مؤامرة استعمارية ليتخذها ذريعا لطمع الشعب رتب فرحات عباس قطار الثورة واستسلم لأسلوب العنف الثوري الذي رفضه لعدة عقود واختلف حوله مع حزب الشعب الجزالي ثم حركت الانتصال للحريات الديمقراطية بزعامة ميصر للحاج اعطاؤه الشرعية للثورة المسلحة بعد اندلأ شرارة الثورة المسلحة في ليلة أول نوفمبر من عام 1954 ميلادي حاول سوستيل الحاكم العام الفرنسي الدخول في حوار مع قيادات الأحزاب الجزالية لإدخال إصلاحات شكلية وإجاز الثورة وعزل عن الشعب فاتصل بفرحات عباس ليحدثوا عن الفلادة والخريجين عن القانون فرد عليه فرحات عباس بغضب كلنا فلادة سيد الحاتم العام الشجعان حملوا السلاح والأطال الشجاع يتحاورون معكم فتعجب سوستيل من الموقف الجديد لفرحات عباس والذي عرفه مسالما ويرفض العنف الثوري واعتبر فرحات عباس أن الثورة المسلحة عمل شرعي وقانوني فقال في خطاب له بجيجل في عام 1955 ميلادي ردا على السلطات الاستعمارية التي كانت تقول عن المجاهدين أنهم خارجون عن القانون إن النظام الاستعماري هو الخارج عن القانون وليس المجاهدين وإن الجزاء ليست فرنسية وتيفة تكون تذالتة وهي مسلمة أفليس لنا الحق في الاستقلال مثل الشعوب الأخرى وبخطاباته وطواله المنددة بالاستعمار والمؤيدة للثورة أصبح فرحات عباس مهددا بالاعتقال والاغتيال على يد المعمرين أرسل فرحات عباس يوم الخامس عشر ماي 1955 ميلادي عمر القام هو واحد مناظلي حزبه لتارين بالقاسم بإغيل إيمولة بمنطقة القبائل ليخبره أن فرحات عباس يرغب في الاتصال بقيادات الثورة فأخبر تارين بالقاسم عبان عمضان الذي تان بالعاصمة بذالت وفي ليلة الخامس والعشرون ماي 1955 ميلادي وبينما تان فرحات عباس يستعيد للنوم سمع الدقات في باب بيته وعندما فتح الباب وجد أمامه طلا من عبان عمضان الذي كان يعرفه برفقة عمر أو أمران فرحب بهم وسمح لهم بالدخول فشرع الثلاثة في النطاش والحديث عن الثورة وقوتها وإمكانياتها وأهدافها وقيادتها فأظهر فرحات عباس تأييده ودعمه التام للمجاهدين وبأنه سيضع نفسه تحت أوامر الثورة فأخبره عبان عمضان أن الثورة تحتاج في الورد الحالي للأموال والأدوية ومناظلين لتوزيع مناشيرها فرد عليه فرحات عباس بأنه سيلبي كل هذه المطالب بعد أيام فاتصل فرحات عباس بمناظل حزبه ليطلب منهم توزيع مناشير الثورة على الشعب دون إثارة انتباه الاستعمار أما هو فاتصل بعبان عمضان في جوليا 1955 ميلادي ليسلمه مليوني فرانسي وحقيبة أدوية وطلب منه عبان عمضان الالتحاق بالوفد الخارجي للمساهمة سياسيا وديبلوماسيا في الثورة لأنه من غير ممكن لشيخ في السادسة والخمسين من عمره حمل السلاح فذهب فرحات عباس لتوديع أصدقائه التثيرين الذين أبقوا في أرض الوطن ومنهم الشيخ العربي تبسي الذي قال لعباس عند توديعه لا نعرف إذا كنا سنلتقي مرة أخرى أم لا ووصيتي لك أن لا تنسى بأن الجزائر مسلمة فباسم الإسلام يجاهد الشعب الجزائر اليوم ويقبل على الاستشهاد لا تعدي لهذه الأرض الطيبة إلا بعد تحررها فعندما تدق ساعة الجهاد الأكبر وبناء الجزائر بعد الاستقلال ضعوا الإسلام في القلب فيعينكم الله سبحانه وتعالى فوعد فرحات عباس الشيخ العربي تبسي بذلك وشاء الله أن يستشهدها الشيخ أثناء الثورة المسلحة انتقل فرحات عباس إلى القاهرة عبر باريس وعندما وصلها في صيف 1955 ميلادي أعلن انضمامه إلى الثورة المسلحة فقدم بذلك خدمة بيال الثورة لأن العالم أصبح يتسال ويقول مادام رجل مسالم ويرفض العنف مثل فرحات عباس يلتحق بالثورة فمعناه أن النظام لاستعمار الفرنسي تجاوز كل الحدود في الأماجية والبربارية وأغلط في وجه الشعب الجزائل أبواب كلها التي تسمح له بناء الاستقلاله وهذا ما يعطي الحق والشرعية لاستعمال العنف الثوري لتحقيق هذا الهدف استخدم فرحات عباس ثيطته العالية وتفعاته السياسية وعلاقاته الواسعة مع الكثيم من الشخصيات العالمية الكبيرة في خدمة الثورة وتسبة تعييد والدعم العالم لها فظهر الكثيم من بلدان العالم ليشرح طضية الشعب الجزاري وعدالته وتولى مناصب عليا في الثورة فعينا عضوا في المجلس الوطني للثورة أثناء مؤتمر الصمام في عام 1956 ميلادي ثم عضوا في لجنة التنسيق والتنفيذ في عام 1957 ميلادي والتي تعتبر السلطة العليا للثورة ليصبح فيما بعد أول رئيس للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في التأسع عشر سبتمبر 1958 ميلادي ويعلن بنفسه عن ميلاد الجمهورية الجزائرية التي طالما ناضلا من أجلها وبذلك أصبح رمز الثورة وقيادته أمام العالم أجمع وأصبح المجاهدون في الجبال يرددون اسم سي عباس كقائد سياسي لهم بقي في منصبه حتى أوت 1961 ميلادي ليخلفه ابن يوسف بن خدى وتلفته قيادة الثورة بمهام دبلوماسية في المغرب العرصة لأن ظروف الثورة كانت تستدعي ذلك وتان فرحات عباس مسؤولا عن أغلب مراحل المفاوضات مع السلطات الفرنسية من أجل الاعتراف الفرنسي باستقلال الجزائر وانتهت باتفاقيات إيفيان في الثامن عشر مارس 1962 ميلادي وتم توقيف وقف إطلاق النار بمجابية في التاسع عشر مارس 1962 ميلادي ثم استقلال الجزائر في الخامس جولي 1962 ميلادي وعاد فرحات عباس إلى أرض وطني يوم 30 جوان 1962 ميلادي وهو يرى حلمه في سطوط النظام الاستماري وإطامة جمهورية الجزائرية قد تحقق على أرض الواقع أصبح فرحات عباس أول رئيس للمجلس الشعب الوطني في عام 1963 ميلادي إلى أنه استقل من منصبه بعد شهور بسبب رفضه اختراقات الرئيس أحمد بن بلى لقوانين ومؤسسات الدولة والحريات وكيف لا يقف فرحات عباس هذا الموقف وهو المؤمن بالحرية تم في التعبير والتفتير والاعتقاد وتانا يرى أن الدولة القوية هي دولة القانون والمؤسسات الشرعية لا دولة يتحتم فيها مجموعة أشخاص ويحولون أجهزتها لخدمة مصالحهم الخاصة بدل خدمة الشعب كله دون استاذان وفي يوم السادس جوال 1964 ميلادي جارت مظاهرات ضد نظام بن بلى في مدينة وهران وتان الشباب المتظاهر ينادي يحيى فرحات عباس فاتهمه بن بلى بأنه وراء الأحداث فاعتقله يوم الثالث جويل 1964 ميلادي وعند اعتقاله طال له رجل الأمن الذي نفذ عملية الاعتقال وهو يبطي من شدة الأسف لما يحدث لا يمكن لي أن أتصور أني أضع القيود لأبي وأب الاستقلال فنطل فرحات عباس إلى معتقل بأدرار وأطلق الصراحة يوم الثامن جوال 1965 ميلادي وطبل أيام معدودة من إطاحة واري بومديان بنظام أحمد بن بلى وبقي فرحات عباس معارضا سياسيا لنظام بومديان تمتان معارضا لنظام بن بلى فبقي متنقلا بين أوروبا والعاصمة ومدينة الصيف أين توجد صيدليته؟ وقرص آخر حياته للكتابة والتاليف الشاب الجزائري نشره عام 1931 ميلادي وهو مجموعة مطالات كتبها في مختلف الصحف ما بين 1922 و1930 ميلادي يندد فيها بالنظام الاستعمار ويطالب بإلغائه وعيد نشره عام 1981 ميلادي ليل الاستعمار نشر في المغرب الأرصى عشية الاستقلال وهو تيتاب يتشف فيه المظالم الاستعمارية في الجزائر مما يعطي للشعب حتى الثورة للقضاء على الظلم والليل الاستعماري الحالي وتناول فيه تيفتان الاستعمار يرفض أي إصلاح وتحسين لوضع الشعب الجزائري تشريح حرب نشره عام 1988 ميلادي وهو مذكراتي عن الثورة التحررية ومساهماتي فيها الاستقلال المصادر يتحدث فيه عن آرائي حول كيفية بناء الجزائر بعد الاستقلال فقدم فيه مختلف انتقاداتي لكيفية تسير وبناء البلاد بعد الاستقلال ومما يقول فيه لا اهمية للعنصر والعطف الجزائر لكن ما يهم هو الاسلام لأنه اسمنت المجتمع والعامل المشترك بين كل الشعب ويقول في متان آخر من الكتاب ان الاسلام هو الذي غضى وحرك كل المطاومات الجزائرية عبر التاريخ وان هذه الوطنية الاسلامية التي تعطي القوة للرجال فوضعات الامال في مبادئ الاسلام لبناء الدولة الجزائرية فيقول مثل ما حررتنا العقيدة الاسلامية بالامس ستحررنا وتنقذنا في المستقبل فكان فرحات عباس وفيا للعهد الذي اعطاه للشهيد العربي تبسي في عام 1955 ميلادي ولفرحات عباس الكثير من المطالات المنشورة في الصحف خاصة في العهد الاستماري توفي فرحات عباس يوم الرابع والعشرون ديسمبر 1985 ميلادي عن عمر يناهز السادس والثمانين ودفن في مربع الشهداء بمطبرة العالية إلى جانب ابن مهيدي وميروش وغيرهما من الشهداء الذين اضحوا بحياتهم في سبيل هذا الوطن المفدى لتينعيش في تنف الحرية والكرامة والعدالة والتقدم اعطيت لجنازة فرحات عباس الصبغة الرسمية فحضرتها جمع الشعب التي اتت من كل متان لتوديع الرجل الذي افنى حياته كلها في سبيل خدمة هذا الشعب وحضر جنازة التاثير من رجال الدولة الجزائرية التي لعب دورا في ميلادها اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا حميد مجيد وباريت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد